موسيقى رجعنا لكم يا مشاهدين مرة تانية أولى فقرات حلقتنا الحوارية النهاردة مشروعات تطوير الرأي من المشروعات الهمة جدا والتي تعتبر خطوة مهمة بتمكن الدولة من تحقيق أهدافها وأولوياتها في ترشيد استهلاك المياه عندنا من مصادر المياه العديد والعديد ولكن فكرة استخدام المياه بالشكل الأمثل هي التوجه الأهم اللي الدولة بتسعى لتحقيقه وبتسعى لي أن يتعرفوا لكل مزارع ولكل فلاح حول كيفية ترشيد استهلاك المياه واستبدال الطرق التقليدية وطرق الرأي بالغمر المتعرف عليها لدى المزارع ولدى الفلاح المصري بنظم الرأي الحديثة ونظام التنقيد هنتكلم النهاردة عن مصادر المياه هنتكلم عن كيفية ترشيد استهلاك المياه فيما يخص المزروعات معظيف الكريم اللي بيشرفني في هذه الفقرة الأستاذ الدكتور محمد عبداللطيفة البرقاوي وأستاذ الهندسة الجيولوجية أهلا بحكة دكتور سباح أهلا بحكة دكتور سعيدة لأننا أقول معاكم النهاردة إحنا أسعد أشرف لينا وجود حضرتك معنا بالتأكيد أهلا بحكة دكتور يعني ترشيد استهلاك المياه من التوجهات الهمة جدا للدولة إن إحنا إزاي نرشد استهلاك المياه فيما يخص تحديدا الزراعات لأن إحنا الحمد لله عندنا زراعات شاسعة جدا وعندنا مساحات كبيرة من الزراعة بتستهلك كميات كبيرة من المياه وبالتأكيد في بعض المحاصيل اللي بتبقى شارهة جدا لإستهلاك المياه وبالتالي فكرة التطور وفكرة التحديث والتكنولوجيا لنظم الزراعة ونظم الري من أولى أولويات الدولة وطبعا وزارة الزراعة بتقوم بدور كبير جدا ودور محمود في توعية المزارع في هذا الإطار خليني في البداية قبل ما نتكلم عن تصوير الري ونظم الري أعرف من حضرتك إيه هي موارد الري اللي عندنا في مصر أو موارد المياه الموجودة هي مصر حقيقة دعنا نقول مصر هيبة النيل أهم مصدر عندنا للمياه هي مية النيل في بعض المصادر الأخرى مياه الجوفية والأمطار لكن هو ما زال أن اعتمادنا الأكثر على مياه النيل منذ حتى قديم الزمن حتى هو للأسف ما بنوصلش لاستخدام الأمثل لمياه النيل من زمان يعني أنا عندي كمية مية أنا مفروض أن المية دي بدل ما تروي ألف فدان هي ممكن نفس كمية المية لو أنا عملت عملية ترشيد وتطوير كيرو ألفين فدان لكن احنا للأسف شديد يعني بنفلاح بتاعنا أو أن احنا تعودنا على الحل السهل أن أنا بجيب مكانة المية وشغالها على الأرض وتلو البدل فدان النظام التقليدي المتعرف عليه عند المزان يعني هو كل اللي حصل تطوير مني لو كنتم بستخدم من الشدوف للطنبورة زمان ويمكن الحاجات الزمان كان بتكبرني لأنها كان بتعتمد على جهد بادي اللي لو كانت أكيد متعرفش الطنبورة والحاجات ديات بس احنا بكلنا بنشغالها زمان دي كانت بحتاج جهد بدني شديد وبالتالي كنا بنحاول نخلي المية اللي بتخرج من النيل سواء على المصارف أو الترع والمجاري والحاجات ديات إن أنا استخدمها عشان أنهي الموضوع بسرعة فكنت باستخدم مية بنسبة أقل لما تطورت المية وبتستخدم مكنات ومضخات المياه أكثر حداسة أكثر حداسة أنا ريحت نفسي لكن يعني بدل ما كان الفدان ممكن أحتاج 40 أو 50 متر مقعب بالوقت لا دي أنا بحتاج إن أنا أحط أضعاف يعني خلينا الفلاح بيستسهل يعني بدل ما كان يقعد بنفسه متابع المية من يعني في الغيط بيطعم أسهم الأحواض من حوض لحوض ويحول المية لفتجها دا وتفتجها دا لا بيفتح المية كلها لبعضها وروح مشغل مكينة المية وروح يلعب ضغمنا على القهوة يستنى ساعتين ثلاثة أربعة تكون المية خادت كل الزرع من أول والآخر وفي الحالتنا دكتور بيبقى في إهضار للمية وكمان فيه ضرر بيقع على المزرعات تمام من الضرر بيقع على المزرعات إن أنا في بعض المزرعات بتحتاج نسب مية زي البطاطس مثلا وحاجات ديها بحاجات محدودة لازم يكون الكيمياء الوسطى لها عشان ما تتأثرش على تعفن الجذرة وبتاع البطاطس إلى جانب كمان بتخلي طربة كلها رخوة لدرجة مثلا وهبت رياح حتى روح بسيطة زي الحاجات دي بلاها في الضرع وفي الحاجات دي في الأعمل حاجات دي تقريبا العواد كلها نامت على الأرض فده ببتالى فخصار جبيرة جدا للفلاح أنا لما طورت له النظام الرأي ما عدتوش توعية كافية والله برضو أن أنا خليتك أسهل بس تابع بدل ما أنا بكت برضو استخدم نفس الاربعين أو الخمسين أو ستين متر مكابل استخدمهم دول لكن مش ألف مش عشر أضعاف خمس أضعاف عشان أنت ترتاح وتقعد لا المفروض لأن ما فيه ما كانتش طبعا هو دور وزارة الزراعة طبعا طول عمره في ظهر الفلاح يعني بس ما كانتش وسائل الميديا والحاجات الحركة للتنزيون والحاجات دي ما كانتش متاحة بالشكل ده يعني كويس إن أنا لقي قناة زراعية مخصصة للفلاح بالشكل ده وده بالتأكيد دورنا إحنا كقناة إرشادية زراعية هدفنا الأول والأساسي إن إحنا نخدم الفلاح ونعرفه دايما إيه هو الجديد ونقدمه التوصيات الهمة طبعا طبعا لتوصيات وزارة الزراعة فيما يخص أي شيء يخص الزراعة يعني سواء ري سواء طرق الزراعة سواء فكرة الاعتناء بالمزروعات خلال تغيرات المناخية دي كلها توصيات إحنا بنسعى طبعا لتقدمها لكل مزارعينا حكالي بقى محادتك عن فكرة التطوير تطوير الرأي واستخدام شبكات الرأي بالتنقيط ماذا عن هذا الإطار الخاص باستخدام التكنولوجيا والحادثة في تقنيات الرأي وطبعا الرأي بالتنقيط يكون أكثر بحاجات ملئمة الظروف عندنا في مصر وهو مطلوب جدا بالنسبة للأساسي يعني كويس أوي أو يعني جهد محمود أن وزارة الزراعة أو سواء الحكومة هي اللي بتتبنى الفكرة ده لأن المشكلة إننا لما يكون مثلا هعمل نظام قريب التنقيط مثلا لألفين فدان أسندهم لشاركة تحت شراف الحكومة وتحت شراف الزراعة وتحت شراف مؤسسين الزراعيين لما ناجي الكابت القصة أو التكلفة للفدان من ضمن الألفين فدان دي هتكون أمكن هتوفل الفلاح مش أكتر من 50 أو 60% لما لو كل واحد جاب مجهود شخصي وابتدى يعمل فدان بمن خاصة عندنا المساحات يعني الحيازات بتبقى ضيقة يعني ممكن تلاقي واحد يمتلك 6 قرارية واحد يستملك فدان أو 2 فلما لازم الحاجات دي من خلال خطة قومية وده اللي يحمد الحقيقة لوزارة الزراعة والحكومة إنها وقدر اتجاه ده إننا رؤل الحكومة اللي هتعمل لأن في الحالة دي هتبت تكلفة أقل كثيرا يعني يمكن تكون أقل من التلتة أو الرابع بالنسبة لو الفلاح هيعمل الحاجات دي بنفسه وكمان الحكومة يعني مع احترام طبعا فلاحين كلهم وبتاعة وكلمة دي بس هو أكثر فهما الجودة والرقابة وإن أنا أعطى رجيب لأن أنا ممكن لو جبت الخمات بتاعة اللي أستخدمها سواء الخراطيم الرأي أو النقطات أو الحاجات دي وكلمة دي كل ما يكون نوع جيد ومطابق المواصفات لأن ديها مسؤولية الدولة لأن أنا أخلي المتاح أوفر الخمات الكويسة أو الملأمة وطابق المواصفات ده طبعا بدل عمر الشبكة دي لو فرضنا أنا فرضت العمر افترياضي بتاعها خمس سنين لو أنا حفظت على ضبط الجودة بالنسبة للخمات والحاجات اللي أنا أستخدمها والطرق دي يتبانها أقدر أعظم الاستفادة من الشبكة دي أحسن لو أنا أجيب حاجات طبعا الفرق بين المخشوش والمطابق المواصفات يبان بالشكل وطبعا فيه طبعا شركات معتمدة يبان بالاستخدام يا دكتور صح؟ طبعا العيب يبان مع الاستخدام طبعا الحكومة أصلا هي أعرف يا الله المصنع ده لازم أنا أعتمده ولازم أكون كل حاجات تم تحت إشراف الحكومة لنزور حالاتك لما يكون مثلا أنا عندي قطاع مثلا مساحة 2000 فدان هتتبنى الحكومة أحسن من كل واحد عنده ستة راريت والنصف فدان فدان تبقى تكلفة تبقى أضعاف إلى جانب كمان أنا وفر له مراكز صيانة جنبه يعني ما ينفحشي أن أنا مثلا واحد في إيناء أو في المينيا أو في عزبيت شاكر مثلا في المكان مثلا فأنا عايز أوفره بحيث أن ألاقي الصيانة والخدمة وقطع الغارة بجنبه ومش معقولة كل حاجة احتاجها تكون يعني ممكن محتاج حاجة 800 جنيه أصرف 1000 جنيه عشان نجيبها من القاهرة أو بحيث لما يحصل عطل مثلا يبقى فيه مكان للصيانة فوري عشان عملية الزراعة متتأثرش لأنه أكيد مورد الميا أو مصدر الميا بالنسبة للأرض شيء مهم من المعاملات الأساسية طبعا أكيد طبعا لأنه كمان أنا مثلا أنا وفرط فيه محصول معين بيشرب كل بلويه كل أسبوع ولا حاجة أو كل أسبوعين لو أنا ملحقت إش أعمل الصيانة دي في الفترة دي أكيد هينشف بنا كل ده خسارة ولكن تكون بقالة تكلفة بحيث أن أنا وفر الصيانة دي ووفر الخيمات ووفر حاجات دي في كل مركز وفي كل قرية بحيث أن أنا ما اتطارش هروح كل حاجة تعتمد الفلاح لذا يجيب عربية أو حاجة زي كده أن أنا أنقل حاجة من القاهرة أجيبها بلدي في الصعيد ولا في الديلت طبعا دي تكلفة لكن لما تبقى الحاجة متاحة ووزارة الزراعة قادر على كده وحقيقة هما ما بيقصرش بس هو ناقص يعني كويس أن حاجة ابتدت الميديا تهتم بالكلام ده أن أنا وعي الناس والله ده فيه كازي يعني ممكن يكون حاجة جنبي وأنا معرفاش أن الميديا لا تقوم بالدور المنوط بيها خاصة أن التلفزيون بقى من الوسائل الإعلامية اللي موجودة في كل بيت حتى في القرى المصرية يعني أبسط الأسر دلوقتي بقى عندها تلفزيون فبالتالي هي أكتر وسيلة إعلامية مؤسرة وممكن توصل لكل شخص في المكان اللي هو متواجد فيه هو الحقيقة الواحد يعني سمع أن فيه قناة اسمها مصر الزراعية وابتدأ يتباعها الوقت وتجيب بنتو ناس كويسة فعلا فدي فعلا الخطوة هي مش هنقول مدخرة بس هي مدخرة حقيقة بس مش هنم مدخرة أو يعني نحن بقى لنا دكتور سنين بس في التطوير ده نحن بقى لنا حاولي عشر سنين أهو نحن بقى لنا حاولي عشر سنين أهو الشكل الحالي ده يعني مطاور كل التطوير وده الشيء المطلوب أن يكون دايما فيه جديد يكون فيه تطوير شكلا وموضوعا ده أكيد بيرفع من مستوى القناة بيرفع كمان من قدرتنا على أن احنا نقدم كل جديد لمشاهدين والفئة اللي احنا فعلا بنهتم بيها يعني الأقصر يا فئة المزارعين وفلاحنا في كل القرى المصرية الحياة مفيش تقصير يعني الحياة الحمد لله قدر المستطاع بنحاول أنها نعمل ده إن شاء الله ويكون نتايا كواسة بإذن الله إن شاء الله طيب حكلا محاولك عن استجابة بقى المزارعين للحملات التوعوية اللي بتقوم بيها وزارة الزراع أو وزارة الري والموارد المائية ماذا عن تقبل المزارع لهذه الحملات التوعوية وفكرة التحول بقى من الري التقليدي للري بالتنقيد هو حركة كية وطبعا الموضوع بتحسي مكسة بخصارة أكيد طرامة أننا مثلا بنظام الري الغامر الحالي ده يعني مثلا لما بتلاقي فيه أزمة مية ومية أخارط أو كلميندا بيضطر للفلاح مثلا يضطر يروح حفر بير في داخل الأرض بتاعته عشان يجيب ما يعتقد أنه هو مياه جوفيه دي طبعا ليس مياه جوفيه مياه طبعا متخزينة وبيعفها نسبة من الملوحة أكيد ممكن تضر الملوحة يكون فيها تروس فيها كذا لكن هو بيحاول يجيب مياه بأي طريقة بيروح حفر بير البير ده ممكن يجيب له مياه على عشر متر في البداية سنة واثنين المياه دي بتنضب يجيب فده كله ده تكلفة لنا كمان عشان أحفر أجيب مياه عن طريق البير ده يبقى أنا بشغل ترمبة سحب على البير وبعدين ترمبة تشتغل مع الري فده كله التكلفة يعني بدلا ما لو كنت هدفع للفدان هيكلفنا 500 جنيه مسانة راي لدينا هدفع له ألف وساعات هدفع له لأنه ممكن 500 تطلع من البير و500 على المجر المياه اللي هتوصل فيه و500 ببنا عمالتي تكلفة هو طبعا فلاح لو حسن هو أتمنى بس بول حالاتك أن أنا عشان نجي الفلاح من نفسه وكده لكن لما تيجي الوزارة تتمنى ده والله ده موجود وإحنا مثلا وإنا على حسن معلوماتي أن الوزارة بدأت وقت تطرح القصص دي في تمام المحافظات تقريبا على مستوى جمهورية بحيث أن الوزارة نفسها هي تتمنى وبعدين تأخذها من فلاح التكلفة بشكل حتى يعني هتبقى التكلفة زي حالاتك هتبقى أقل بكثيرا يعني قد تصل للتلت لو كامل فلاح يعمل القصص دي كانوع من التخفيف الأعباء على المزارع طبعا مشكلة جيدة مشكلة جيدة بيها لكن غير ما غير بول حرك لو توفرت عن طريق الدولة وعن طريق بتبقى الدولة بتوفره كل السبل أن أنا أخلي لك الحكاية كلها سهلة يعني الرأي هو في الآخر يعني مش موضوع ميا بس موضوع طاقة أنا بوفر لك طاقة بدل ما كنت أن أنا محتاج ثلاث مكينات ما كان هنا وما كان هنا وما كان هنا لا ده أنا بدخلك الميا بشكل معين وانت بتتبعها وتأخذ ميا على قدر احتياجاتك وهتلاقي ميا متاحة طول السنة لأننا طبعا لما أعمل رأي بالتنقيط أو هيبقى هيبكنا ما تستهلكش عشرين في المية من طاقة الرأي الحادية دي إلى جانب حاجات ما يعتقد أني أنا بعمل المياه الجوفية العشوائية دي قريبة من القرى والكلام من ده يعني لما أسحب ميا دي المياه دي يعني إحنا أخوانا في السودان مثلا بيفرق بين المياه الجوفية اللي هي الخزان الجوفي والمياه اللي هي سطحية آه مش كل المياه تحت الأرض هي مياه الجوفية لا ده جام كل جام صربة من من الترع اللي جنبك من صرف فده ده طبعا بيأثر فده تكلفة طاقة كل أنا ما أوفر للفلاح آه في تكلفة الرأي ده بيرجع طبعا من يعني أوت بوت في الآخر يعني أن أنا المنتج النهائي هو مصاريف نقص ثمن الحاجة اللي باع بيها كل ما قال المصاريف اللي صرفها وأن نفسي ثمن البيع في الحالة دي المكسب تعظيم الاستفادة وأنه يكسب أكتر يعني أكيد تأكيد يا دكتور وجود أكتر من مورد مائي في مصر ده بيخلينا تشعر أن الحمد لله عندنا نعمة كبيرة أن يكون عندنا مياه وفي نفس الوقت محتاجين نحن نحافظ عليها ونستغلها الاستغلال الأمثل إزاي نستغل هذه الموارد بشكل سليم بشكل يدمن لنا أن يكون عندنا وفرة من المياه وأيضا بيكون فيه اكتفاء لكل الاحتياجات فيما يخص لاستخدام المياه وتحديدا الزراعات هو هو طبعا ما فيش شك أننا كان عندنا هدر في المياه بشكل كبير فمفتروف في البداية قبل حتى ما أقول النظام لأننا هستخدمه في رأي إيه أننا أوعي في الأحيان أنا زمان كده وإحنا صغرين كنت لأي برنامج ييجي كده ومش برنامج دقيقة كده تيجي علينية وليك لحظة من فضلك تيلاقي مثلا إنكي تكلم على مرور تكلم على برمي الزبال في الشارع ممكن إحنا محتاجين الحاجة الخفيفة هذه مثلا ديئة أو ديئتين والله ولو الله يخلي بالك المياه اللي أنت بتعمله بشكل فلن دهدر ودهدر 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 يعني الرسول على السلام كبه الله على أفضل السلام في الماء لو أنت على نهر نجار يعني لو أنت بتتوضح حتى ونت على نهر ما تشرفش في المية لكن أنا يعني أنا عندي كمية مية معينة محدودة ومصير ضرور نحن في الماء محدودة ومعروفة وكمية تهديه في السنة أنا بدل ما أروب بيها مليون فدان هي نفس كمية المية دي إن أنا أروب بيها 2 مليون فدان طبع هي نفس كمية المية بس هي كل المشكلة إن اللي يكون عندي يعني إحنا إحنا للأسف إحنا مهملين في استخدامنا المية من زمان ما عندنا شل ثقافة ترشيد استهلاك المية حتى في منازلنا دكتور في الاستخدام العادي لنا كأسر يعني الناس بتفضل فتح حنفية المية فترات السيدات في المطبخ لما بتشتغل وأثناء فترات بقى طهي الأكل وكده بيفضلوا بيستهلكوا المية بكميات كبيرة جدا وهنا بقى اللي بنتكلم عليه إن إحنا مش بس بنواعي المزارع بنواعي كمان الأسر والسيدات في المنازل أرجوكم أرجوكم نحافظ على المية والله ممكن يجي علينا وقت فعلا ما نبقاش لقيين الكميات دي أي نعم ربنا سبحانه وتعالى أنا معالينا بنهر النيل والمية الجرية الجميلة اللي عندنا ولكن لازم نحافظ عليها ونقدر النعمة طبعا طبعا يعني طبعا إحنا يعني مش هنقول بس إحنا يعني الوقت تلاقي حنفيات بتاعة المياه لكن أنا مثلا أنا أستخدم رفات الحنفية بدل لأنا محتاجه تلاتة أو أربعة لتر على ما بخلص جوب المصلحة اللي في إيدي ولا حاجة بدل مستالك تلاتين واربعين وخمسين لتر حنفية مفتوحة من أول مناء زحرك مبدو سيدات المناء فده ده يعني إحنا كنا في الجامعة في بريطانيا يعني ما كنت شرب من المية غير المكتوب عليها دي لكن جوط باقي مية مش بنفس الجودة هي متاحة إحنا لا إحنا هي مية الشرب هي مية الصرف هي مية الزراع هي مية كل حاجة يعني عندنا نعمة بس إحنا نحتاجين فعلا يعني يعني فعلا محتاج توعية حس بأهمية المية دي بتحس بقطرة المية يعني إنت لو مع احترام يعني يمكن بعض الفلاحين اللي ما تقولوا متر مكعب ما دريك شعنيه إي حجم متر مكعب ده فده دور دور الإعلام يعني أنا نعمل حاجة صغيرة كده والله ده المية المكعب ده مية كتيرة مش في ليلة اللي هم بتصور المية المكعب ده اللي بحوم كل حطه بزازة فده مطلوب إن أنا بفيه تواصل بين الوزارة وبين الميديا وبين وده الحمد لله الوقت يعني احنا بنشوفه على خير واجه يعني المياه الجوفية دكتور مصدر من مصادر المية عندنا في مصر ماذا عن استخدام بقى المياه الجوفية ودور الدولة في هذا الإطار طبعا احنا عندنا خزان جوفي بس هو المياه الجوفية طبعا دي يعني مش معنى عند مية المية دي طبعا عند خزان النوبي حاج الرامل النوبي ده مية كتيرة جدا بس برضو على عمك مختلفة العمك دي ساعات بتوصل لألف متر فده عشان أرفع مية من ألف متر من تحت دي طاقة وتكلفة تكلفة عالية جدا تكلفة وبعدين بيبقى فيها أحيانا بعض المعادن اللي ممكن ما يكونش مناسبة للزراع ومتكون الملوحة مع الوقت بتتركز الملوحة برضو إن أنا محتاج الصيانة دي بتبقى مكلفة جدا يعني تخيلي مثلا أنا لما يعطى البمب اللي مجولة تحت عمك ألف متر دي المضخل المضخل تحت دي عمك ألف متر عشان أنا أسحبها وطلعها دي دي خارج ممكنات الفلاحة طبيعي يعني دي مش يعني ما ينفحش مثلا إن أنا أكون عندي فدان في الدلتا أو في الوادي في الصعيد ومثلا وأقولي والله إن أنا هروح أنا هبيعه وهشتلي بعشر فددين في الوادي الجديد لا موضوع مش بالبساطة دي لأنك إنت لازم الدول هي لي توفرك المياه دي أو هي لي توعيك على المياه دي لأن أنا أنا إمكانياتي لا تسمح إن أنا أعمل بيير بعمك مئة متر أو بعمك ألف متر إن أنا لنساعات ممكن تطلع لي بعض الأملاح أو أكاسيدي الحديد لقد تكون ضارة كمان مع المياه دي فلازم أعمل لها طريقة معينة لترسبها يعني أنا بقصوده لا مانع يعني ضروري جدا إن يتم الكلام دي عن طريق الفلاح بس تحت رقابة الدولة وتحت يعني هي اللي هي اللي بتقدر توعي الناس أكتر وتقدر وعندها الإمكانية عندها الإمكانيات إننا نقدر أعمل لحاجة إنك الفلاح البسيط لا مش هي طريقة أعمل حاجة زي كده إلى جانب المياه الجوفية يعني في بعض المناتق هي ممكن تعملك منتجع صناعي وليس زراعي يعني أنا ممكن أعمل مثلا محجر في الجبل بتاع رخام أو حاجة زي كده يكون لي استخدامات أخرى غير الاستخدامات الزراعي أنا في الحالة دي أنا بأخذ المياه دي ممكن أستخدمها للشرب الناس تشرب وتطبق وتستحمى وتستخدمها منزلي الاستلاك العادي الاستلاك العادي واعمل مدينة كده واعمل حواليه بالمياه بتاع الصرف أعمل لها معالجة وأعمل لها لندسكيب أعمل غضر وجو جميل لكن في الآخر أعمل أعمل مصنع اعتماد عن المياه الجوفية دي ساعات بتبقى كمية موجودة وفيرة ممكن نستخدمها في الزراعة بس برضو لابد من الترشيل لابد من صوبة الرئيال حديث استخدام المياه جوفية ما ينفعش مياه تلحد يروح لك بتشوف المياه الجوفية الناس بتطلحها وبرضو بتبقى غمر يعني ده طبعا ده شي مش منطق خالص صحيح عندنا كمان دكتور نخبة من البحاسين في مركز البحوث الزراعية بيقوموا بأبحاث كثيرة من أجل استنباط أصناف من المحاصيل بتكون أقل استهلاكا ليه المياه أدى إيه دكتور الخطوة دي من الخطوات الهمة اللي ممكن أيضا تساهم في ترشيد استهلاك المياه الحقيقة ما احنا عندنا محاصيل وتكون اقتصادية جدا واستهلاكها للمياه مش كتير يعني مثلا احنا محاصيل الزيتون مثلا كل أرض في مصر تقريبا تقدر يعني درجة حصوبة الأرض تسمح لنظر على زيتون الزيتون دي بسلكش مياه تقريبا خالص محاصيل طبعا أنا استثنيت لو استثنيت مثلا الأرز هو حتى الأمح الأمح نبن نروي بس يعني الأمح ممكنش محتاج مياه كتيرة بس هي طريقة الرأي الخطأ هي اللي بتخليني إن أنا بستسهل إن أنا نروح بعمل غمر يعني لكنه في المحاصيل اللي ما تحتاجش مياه كتيرة أكتر بكتير جدا من اللي محتاجها مياه وهي الموضوع كله منذ بالفلاح هو مكسب وخصارة يعني ممكن يعني حتى الفلاح اللي هو متعود على زراعة معينة بيتراسل من أيام أجداده لكن المشكلة لو جرب نوع تاني هو مش متصور أن الأرض بتاعته دي تنفع لمحصول مثلا البنجر ما تحصل ومتصور كده هو بزرع زي ما أبويا وأمي علموني لكن أنا لو جبت مثلا زي ما أكون بعمل حاجة زي تبادل خبرات داخل مصر نفسها يعني بتاع اللي بتزرع في الدل تحاول زراعة في الصعيد ولا حاول زراعة في الصعيد يعني في الحالات الجدي بتلاقي حاجات منتجة جدا وإنت حركت كبار أجار الأعمال اللي بيستثمر في الزراعة وبيكسب ليه إنه بيعمل المحصول المناسب ويعمل طريق طريق المناسبة بيعمل التسميد المناسب بيعمل فبقى عنده عنده فيه فكر مش إن أنا بقلد اللي أنا بيعمله والدي وكان بعمله جدي لا ده بيدرسه وبيجيب مهند الزراعة وبيجيب والوزارة عاملة مراكز على فكرة أرشاد ممكن الناس ما تعرفش يا فين بس هي موجودة وموجودة وكسر ومتأخروش صحيح بس هي المطلوب بس هي الناس بعارف لأننا حصل دربة صفر صفر لكن أنا عارف معلومات عشر في المية هقدر أخلى عشر دي تبقى خمساشر تبقى عشرين تبقى خمسة وعشرين ده طريق التواصل نتبادل خبرة داخل الدولة نفسها يعني ممكن تكون البطاطس مثلا ممكن تزرحها كوي ساوه في كفر الشيخ بس الفلاح بتاع كفر الشيخ ما عرفش يعني وهكذا يعني فنبادل تبادل خبراتها تبادل طول قرية تبادل لكن ما سيبش وطبعا مش تقليل من شأن يا حد بس لازم أنه يكون هيعمل حاجة يكون متخصص يعني منفحش يجي الفلاح مثلا في أرض جنب المنازل ورح عامل بئر انت بتسحب ده بيأثر على أساسات المنازل وده موجود لأن مثلا انت الواحد في أي حتة عشوائي يعني أنا مفروض برضو أننا يعني أنا مش لما أقول لك أرخص لك تعمل بئر أو تعمل أنا مش عايز منك فلوس بقدر منك أنت تعمله صح يعني أنك أنت ممكن تعمل حاجة خطأ تكاليفني أكتر من الفلوس اللي أنا حصلها منك مش مطلوب أننا طبعا أثقل للناس بالتكليف وخاصة أسعار المحاصيل الزراعية برغم جودتها وفضل فاتت دي منك 3 و 4 و 5 سنين الأسعار فعلا متدنية وحاك شايفة طبعا ظروف التسويق الوقتي فاللح مش محتاج أن أنا حط على كهله أكتر لكن أنا حتى لما يقول لأله قبل ما تعمل بير أنا ها يعني استشيرني عشان أنا خليك تتصرف صح لأن هم بيتصرف حسب معلوماتها أو بيقلت جارة أو بيقلت كذا ففاجأ حتى البيت اللي عامله بيهده على نفسه لأن أنا صحبت ميه الجوفية اللي دي لأن أنا بصحبها السحب العشوائي ديها من تحت الدود بتأثر على سلامة والحقيقة دكتور أن وزارة الزراع مشكورة يعني وكل القطاعات التابعة لها حيث بيبزروا مجهود كبير من أجل رفع العبء عن المزارع المصري سواء فيما يخص توفير مستفزمات الزراعة من المصادر الموسوق منها سواء من خلال توفير الإرشاد الزراع إحنا عندنا الحمد لله قطاع الإرشاد الزراع في الفترة الأخيرة كان ليه مجهود كبير جدا ودور ملموس طبعا برئاس دكتور علاء عزوز ودي من الحاجات الملموسة جدا وحتى بنقول إن الحمد لله قطاع الزراعة من القطاعات اللي في مصر اللي لم تتأثر خلال أزمة كورونا ومن القطاعات اللي قدت إنها تصمت في ظل هذه الأزمة وده طبعا نتيجة قيادة حكيمة ودور كبير من قائمين على وزارة الزراعة دكتور طبعا سيدة القسير وزير الزراعة وإصلاح الأراضي بتوجهاته اللي يكفت طبعا أجهزة الوزارة ده بيحقق طفرة في هذا القطاع وخليني أسأل حقيقة جزئية برضو تخص المزارع المصري هل المزارع المصري نقدر أقول إن هو شوية تقليدي في أسلوب زراعته من ناحية نوعية الأصناف أو من نوعية المحاصيل اللي بيزرحها يعني بيخاف من فكرة التجربة إنه يجرب صنف جديد أو نوعية جديدة من الزراعات ممكن تكون أقل استهلاكا للميا هو الحقيقة ده مش شوية ده كتير يعني حركة ده اللي عايزين نغيره بقى في طبع المزارع المصري شوية هم عندناش احنا بفكرة ومتهيالوا إننا لما أغير ده ممكن مثلا أنت لقي إن اللي ميجي فلاحي حاول يعمل طريقة زراعة جديدة أو من يدخل محصول جديد في البلد اللي وفات لأي الناس تتاري عليه يتحبطوا لكن لما يكون الكلام ده جي من طبعا وزارة الزراع لما بتدي الناس المعلومة السليمة وبتراعي كل الأبعاد بتراعي التكلفة وبتوصله سهل بدليل إن الفلاح اللي متعود يستشير مراكز الإرشاد الزراعي حتى في المحاصيل اللي هزرحها السنة دي ده أمره ببيندم لكن هو المشكلة اللي هو نفسها مش عارف يمكن كونش يعرف إن فيه حاجة مثلا موجودة في إن فيه حاجة جنبه ممكن تساعد ده مش مش موجود أصلا خال لكن هو طالما إن هو اللي عارف إن فيه حاجات جماعيات رشاد الزراع وعائد لأنه طبعا هو أي حد بروح يستشيرهم هم بتأخرش عليه بطاقا يعني بس سوى المشكلة إن هو يروح إن هو ياخد وحتى تصل حتى اسأل الناس موجودة والناس بتساعد ما فيش أي مشكلة خالص اللي بيستشيرهم فعلا دائما بتلاقي زراعة ونكحة وتلاقي اللي عنده أراضي مسحتها كبيرة دائما تلاقي زراعة هناك حال هذا السبب لأنه دائما أنا رايح يعني فيه خط فيه لينك فيه اتصال مباشر بشكل مباشر دائما بينه بين الجمعيات الزراعية وبين مراكز الشرط الزراع اللي جمه ده بالعكس دهما بيحاولوا يروحوا يشجعوا الناس تعاولوا يا جماعة نعمل جمعية بدون تكلفة جمعية بس نحن نعرف نجد وسيلة إن احنا نتواصل مع بعض إذا احنا خمسين فلاحة ومئة فلاحة أو مدين فلاح نجد وسيلة نعرف نكلم بعض فيها أنا مش هقول لك يدفع فلوس ولا حاجة بس يديني طريقة التواصل بيك بحيس إن أنا لو بعدت رسالة بعدت معلومة بعدت كذا توصل لأكبر قدر من الفلاحين يعني هو ما فيش تقصير هو طبعا ولا حتى عايز أقول تقصير في لحظة بس هو يعني عدم عدم إن المعلومة مش عارف أوصل لها منين أو مش عندي مش عارف يوصل للمعلومة الصحيحة يعني يعني ممكن تكون المعلومة أو التوعية محيطة بيه ولكن هو مش عارف يوصل للمعلومة من المصدر المطلوب أو المصدر صحيح دكتور البدال المقترحة بقى لإدارة المياه إيه هي هذه البدال وأننا فعلا أقنع الناس بطريقة الرأي يعني ورأي بالتنقيد ده سواء لأن طبعا الرأي الغمر ده مش معقولة يعني زي جلنا احنا مثلا من أكتر من خمسين سنة هي نفس طريقة الرأي بنيرو باب من خمسين سنة هي هي هو غمر برضو بس كل عملية اللي كان بيحصل إن أنا بدل وراحك عندي المعدة اللي ببزل فيها مجهود بدني فأنا عايزة ألي المجهود ده فكنت برشد استهلاك المياه إيه كباري لكن هو إيه اللي حصل إيه التكنولوجي اللي حصلت عندنا إن أنا أقول والله فعلا إن أنا في طريقة لا يتغيرت طريقة لا يتغيرت مفيش كلام اللي مش موجود يعني فرضنا إن أنا عندي أزمة فعلا في المياه هي الأزمة ما ممكن أنت عندك مثلا إزيه أننا عندي كمية من المياه يعني إن تحرك الوقت ممكن تلاقي الفلاح يرور الغيد بتاعته ما بيشلحش الحزاء بتاعه يعني فلازم إن أنا يعني أتعب شوية يعني والتعب ده مش هيديه عليه يعني بدل ما أنا بضايق على الوقت إن أنا أعود على قهوة ولا أعود على أكذا يعني أحاول أبو متواجد في رشيد أنا تابع الرأي ما مش معقول إن أنا مثلا أشغل ما كان المساحة بتاع أرض بتاع الفدام بتاعها مثلا وفرضنا خمسين متر مثلا في مئتين متر ولا حاجة أسيب المية من الأول ماشي براحتها كإن أنا بعمل كإن ترع ماشي طبعا ده طبعا استهلاك لكن أنا لو أعدت جنب الماكان بتاعت الرأي بتاعتي المية اللي طالع ديت وأنا هخلص الرأي ده في وقت بسرعة وتكلفة وكمية المية اللي هستغلكها اللي ممكن متوصلش للربعة أو للتلت المية اللي موجودة حاليا لأن ده يعني إن أنا حط في البدان مثلا خمسمونة متر مكعب ده طبعا ده هاتر ده مش عايزة أقول سافة يعني عشان محشيز على ميني بس هو ده فعلا ما فيش حد بعمل كده اللي احنا بنعمله في المية عندنا مصر احنا دكتور بنتمنى أنه طبعا من خلال وجود حضرتك معنا أنه يكون في مزيد من التوعية لكل سادة المزارعين بضرورة ترشيد استهلاك المياه دولة بتقوم بدور مهمة جدا وعندها خطة موضوعة من أجل ترشيد استهلاك المياه وتحديا فيما يخص رأي المزروعات ده دور يعني علينا كلنا مسئولية يعني المسئولة بتقع علينا كلنا كمواطنين سواء كنا مزارعين أو حتى أشخاص في تعاملاتنا في المنازل أو في أي مكان أرجوكم نكون حريصا أكتر على استهلاك المياه لأنها ثروة مائية ربنا سبحانه وتعالى ادهالنا ولكن إحنا علينا مسئولية جبيرة أن إحنا نحافظ عليها بقدر المستطع أنا بشكر حضرتك جزيلا دكتور على وجودك نهار دا معايا شرفتين ونورتنا وأكيد وجود حضرتك إضافة لنا في قارة مصر الزراعية أنا أسعد بيك والله وإحنا شرح بينا أكبر أنا أسعد يا فاند شكرا جزيلا أستاذ دكتور محمد عبداللطيف البرقوي أستاذ الهندسة الجيولوجية شكرا لك فاند شكرا لك مشاهدين فاصل قصير وبعد الفاصل إن شاء الله فقرح وراءة جديدة مع زملتي عبير صلاح ولكن بعد الفاصل درسال اشتركوا في القناة